السلام عليكم السلام عليكم انا جبتكم اليوم اكم تشوفوا هذا الخبز المنفوخ المعمر بالفرماج هايل 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 اكم تشوفوا المروا المقادير وطيقة التحضان شوفوا هنا اقدرت 500 غرام مغرفة خمارة مغرفة سكر مغرفة لحظة مغرفة صغيرة مغرفة كبيرة مغرفة كبيرة زيت نباتي ونضع مغرفة ناتشوغ ونصف مغرفة خمارة انا خلطوا قاعد المليح انا اجبوا كاس معمر كما كنتشوفوا كاس العمام وخلطوا انا ادتوا كاس كما راكم تشوفوا ناتشوغ مغرفة خمارة مغرفة مغرفة ونضع تلسق ثم بعد ان يجبها ترتاح في الأسخة انا اجبوا خبطوها شوية خبطوها باش باش لوجه تحايي زيان الفوك وشوفو هذا تقدروا تاكلو به شربة تقدروا تاكلو به اي حاجة تاكلو به وحدو وراجا سيدنا رمضان شاء الله هكا باش تقدروا نبدلو شوية مشيغلي بغيك 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 نبدلو شوية نديروك الخبزة يكون كل معمر بالفرماج وهذه غسات قوتها غسات كسموها باكستانية يعي طولها هما للشيزنان يعني الخبز المعمر بالفرماج وهي قدمت معها هذا فاني كيني البولي تندوغي شوفوا فقدرت فيها الحرور والملح والوحدة ثعياوخت الثوم رحي وهذه المتاق وقدرت معها تندوغي هاي من التندوغي سوف تجغل الزيبيس اللي خدموا بيهم اسمهم تندوغي وهذو الزيبيس شوفيهم فيهم كله شوفوا فيهم القفر المطحونة فيهم القصبر المطحون في هالكو كاركادوم هذو الحب الخضراء الصغير هذو اللي ديرو به هالكو اللي ديروه ما فرز شوفوا قل الزيبيس اللي كيني زنجبيل قل الزيبيس اللي كينين ديرينها في هاذاك في هاذاك اللي بيس اسموه تندوغي ووالا ونبعد ديرو اويجي حمر كي طيب يجي حمر ديرو عليها كشوية هاذاك اسموه بابخيكا ولا وغطوه وخلوه واحد الساحتين هكاك تيشربك هذيك الماغيناد نخلوه بجيه ولا وهنايا بعد الخبز الخبز خلوه حتى زوج سويع يخمر انا خليتوه سويع هذا هو كنك تشوفوه وخبز هايل 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 اللي كنت عافوك يتعمروه بالفرماج يجي هايل ولا انا هذيك السانسونق غام عطتني سبعة كنك تشوفوه مويا ووحده ذاتا كبيرة بتشوفوه ما متقدروا تديرو كبير وتقدروا تديرو مويا يو عمرتو بالفرماج هذا وانتو ما با هو بالفرماج هو لغسة الصح بالفرماج على فاشكيغي بلا انا كدرتاك مويا درت فيها زج حبات كم تشوفوها كبيرتوها كمت هذيك الحبات تالية اللي درتها ديرو ثلاث حبات بلاك وغطوها قايا كيني ديرو قل حبات كماكا وبلو عليهم اكا تشوفوها تلسا قدروا يتكون بالفرماج ايا قايا كيني عمروها وخلوها ترتاح شوية للطاجين تاعكم يحما الطاجين ديروها على درجة ما رايح حل للعالي مشي الحابطة صجيغ بفوق المتوسط بلا بلا كملتوها كما كم تشوفو هذو كامل خليت مشي يرتاحو ورجعت بلا كي تجو تحطو هاذا اللاخر ديرو فوقو شوف ديرو هذيك اللاماغينة ديروها قام الفوق تخلوهاش هيا وزيدو هذك اللاخر هذك الحار الحار ديرو هم الفوق فاني كينيه باش يعطي واحد اللاماعان ويعطي واحد اللا كولوغ حمراء يوم ممتو يجيكم حار جيهيل طالا وبدو باللولا اللي درتوها غي باش يكي ماكا كم يشتون يكا باش الفرما شوف كرا يمشي معايا هيا وضغطوا على الحوا فبا ما يجيكم شخشين هيا وانا درتهم طعبو فطاجين اه وقعن تفخو وجاه هايل لو كنتشوفو معايا فالطهي هلا شوفو غي تشوفو نشوفو اقلبوه وجيبو شوية زبدة من فوق ديروها وفاني كينيه الزاوج غي تشوفو نشوف اقلبو فاني كينيه هيا وهنا خلوها شوية طيب وعودوا قلبوها فالة هذي هي تبدأ تنتفخ معاكم شوفوا قان تفخ معايا كما كنتشوفو كامل كما هاك وجمو الرقج على زج برقات وتشوفو الفرماج الدخل فيه هيا وخبز هاي هاي اللي نصحكم ت تسيوه وشا بغيت نقولكم الجاج هاذاك الشتوني البولي تندوغي هاذاك طيبوه ما طيبوه ديروه في الفوق وطيبوه ديروه تحت شوية ما ما ديروش فوق نغم ما ديروه تحت شوية هذيك لنشوفي هذيك فوقانيه هبطوه شوية ما ديروش ما تقربوش ليها تقين حرك بالخف هبطوه بتحت شوية نشوفو لذيك تجعلوها الاسباتشوه هناك فقعي كنية متفخ معايا كما يكبو شوفوه وليشتو بعزو كيمانك تشوفو نديشتوكة ثقبة تتخرج فالنفس غموها بهذا الاسباتشيل هذيك هاي وما بعد هذيك لنفس المعريو تخرج للنفس تدخل الداخل وتنفخ لكم الخبز مالا كيمانا ايا شوفو غميتها عندكم شوفوا كي بدأت انتفخ هذو قاعك هناك بتشوفوا فيهم كاملين انتفخوا ليه ما شاء الله جو هاي لين جفرة جو حد الخبز هايل تعرفوا تكلو به الحريرة تكلو به الشربة تكلو به بحليوال من الكلش شوفوا هنيفان كيف انتفخت ما شاء الله ندفخو كامل على مجا هايل 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 هذي يالي بننصحكم ما ديرو تشوفو سيو تعرفوني على اللي نحضر ويجي بنين 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 شوفونا فاني كينيا وبعد كي تبدو تخبزو فيما تخبزوه تعطيبوه جعا كتومو متخلووش يخمرو لا جعا كتومو اللي تخبزوها ديروها الطيب اللي تخبزوها ديروها الطيب ولا بالخاف ما يديش الوقت سخطوه فالطياب هذي بنية التالية هذي الكبيرة اللي يدرتها قاكنا شوفو كفية جات كبيرة ما ممكن ديرت بغو تديروه كبير ولا شوفو كفية جي شباب اي او جات واحد ورافقت هاذا الاخور بانسالات فيخت ما كاتش عن تيطو معطيش ترتخيل للاسالات والخيار بيكو ما بجات هايله هذي يالبنات نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا سخطو الخبز سخطو الخبز السيدنا را ماذا را جايكا باش تتبدلو شوية هذي هيا ونقولكم ما تساوليش اللايك لبناتك باش القانات وش يتطلع نشوفكم ما راكم تتفرجوا بصحة قاعدة يتفرج موش يدير اللايك ما شعف لياه أذكركم تنسوه لا اعلم هذي يبذك اللايك كما نقول حنا لاغو الساعة تتروحها كاته تمشي عن دقائي كنية الناس وتتطلع كما نقوله لو لا فيديو يتجي لها المشاهدة قابية والقانت تبدأ تطلع ولا نحلها أنا معاكم هذه الخبزة الكبيرة مع التالية جني حامي شوفوا كيف جاش باب جعل زوج ورقات والفرماجر الداخل شوفوا ها ون يالجاج شوفوا كفائطة بحمر بها ذاك البابخيكة البابخيكة وكسما هو ذاك الحار وهنا يشوفوا الاصص هذي ما تقسوا هاش خلوها شوفوا الاصص هاي لا تقضوا بها اي حاجة راوزة ليبات تديروها في جواز ديروها نخليتها بجيح كش من دير بها شوفوا هنا يلا شوفوا كي جا هذه هي الوساطة اليوم ما تنسو لاش لبنات كما قلت لكم اللايك والبختاج من فضلكم ونقلكم الى فيديو اخر ان شاء الله ونقلكم سلام موسيقى موسيقى